تحية لكم مشاهدين الكرام ملتقانا لسبوع معكم يتجدد مع مجموعة من المحاور والأحداث والأخبار الرياضية المنوعة التي ستأتيكم ضمن فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم ستكون معنا أيضا فقرة أين أنت وفيها نتذكر نجوم الرياضة من الأمس الجميل وسنكمل مشوار تغطية صدى الرياضة بين جميع الفعاليات الرياضية وبين الأندية العراقية كالمعتاد ستكون عدسة البرنامج متواجدة مع أحداث رياضية وآراء وانطباعات مختلفة لعدد من الرياضيين العراقيين والاتحادات الرياضية مشاهدين بعد الفاصل انطلاقاتنا الأولى مع فقرات البرنامج خليكم ويانا نجدد وترحب بكم مشاهدين الكرام وانطلاقاتنا الأولى مع مجموعة من الأخبار المحلية والتي نبدأها مع خبر إعلان تصنيف المنتخبات الآسيوية لقرعة بطولة كاسي آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات يوم الرابع من إيار المقبل وقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصنيف القرعة للمنتخبات المشاركة في النهائيات بالاعتماد على التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم وبحسب نظام البطولة فإن منتخب الإمارات المضيف جاء في المرتبة الأولى للقرعة حيث سيخوض المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الخامس من كانون الثاني عام 2019 على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي في المقابل فإن المنتخبات الاثني عشر التي حصلت على بطاقات التأهل للنهائيات من خلال بلوغ المرحلة النهائية من تصفيات كاس العالم 2018 فقد حصلت على تصنيف في المستويين الأول والثاني للقرعة وتم توزيعها بعد ذلك بحسب موقعها في التصنيف العالمي أما المنتخبات الاثنى عشر التي تأهلت من خلال تصفيات كاس آسيا والتي اختتمت مؤخرا فقد وزعت على المستويين الثالث والرابع وجاء تحديد موقع المنتخبات بحسب التصنيف العالمي أيضا وبحسب نظام القرعة فقد جاءت منتخبات الإمارات وإيران واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية في المستوى الأول من التصنيف في حين ضم المستوى الثاني منتخبات العراق وقطر والصين وسوريا وأوزباكستان وتايلاند أما المستوى الثالث فإنه يضم منتخبات قرغستان التي تأهلت للمرة الأولى إلى النهائيات والتي حققت أكبر تقدم من هذا الشهر في التصنيف العالمي إلى جانب لبنان وفلسطين وعمان والهند وفيتنام ويضم المستوى الرابع كل من كوريا الشمالية والفلبين والبحرين والأردن واليمن وتركومانستان ويشار إلى أن البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخبا بعدما تم توسيع قاعدة المشاركة من 16 منتخبا إلى 24 منتخبا حيث أن جميع المناطق الخمس في قارة آسيا حظيت بممثلين في النهائيات ويتأهل إلى دور الستة عشر في النهائيات أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث متواصلين معكم مشاهدين الكرام سنبقى مع أخبار المنتخبات الكروية لكن هذه المرة مع منتخبنا الشباب لكرة الصلاة حيث يواصل في العاصمة القطرية الدوحة معسكره التدريبي الذي يمتد حتى التاسع عشر من نيسان الحالي وذلك استعدادا لأولمبيات الأرجنتين 2018 ففي مستهل مبارياته الودية ضمن معسكره هذا حقق منتخبنا الشبابي للصلاة فوزا مستحقا على نظيره المنتخب القطري الشقيق بثلاثة أهداف نظيفة أحرز أهداف العراق اللاعبين سجاد جبار هدفين ومحمد فائق هدف وواصل منتخبنا الشبابي بكرة الصلاة نتائجه الإيجابية بمعسكره في قطر بفوز ثاني على نادي الغراف القطري بأربعة أهداف مقابلة لا شيء وفي ثالث المباريات التجربية في الدوحة تعادل ليوث الرافدين أمام منتخب قطر الشقيق بنتيجة هدفين لكل الفريقين مشاهدين بالتأكيد هذه الصور الأكثر من رائعة من قلب الحدث بعدسة الزميل المبدع كريم جعفر تحياتنا للزميل كريم جعفر وهذه اللقطات وهذا الحضور المميز مشاهدين الكرام نظم منتدى الفاروق مؤخرا ماراثون حي الجامعة الذي انطلق من موقع المنتدى مرورا إلى نهاية المنطقة والعودة إلى موقع المنتدى بمسافة ثلاثة كيلو مترات وبمشاركة واسعة وصلت إلى قرابة المئتي متسابق ومن جميع الأعمار والمدن العراقية المختلفة وبعد مشاركة حماسية بين المتسابقين أحرز المتسابق سيف محمد محسن من محافظة واسط المركز الأولى بوقت قدره 9 دقائق و45 ثانية متفوقا على جميع منافسيه من مناطق بغداد الذين كان التنافس محتدما بينهم للظفر على المراكز الأولى وتحديدا من الثاني إلى الرابع لتكون مشاركة ومساهمة رياضية فعالة بين الشباب العراقي بتنظيم مميز من قبل منتدى الفاروق في حي الجامعة المارثون اليوم أقيم في منطقة حي الجامعة وأعتقد هذه المبادرة فريدة من نوحة كانت هي دعوة إلى شيخ العشائر وإلى أصحاب الرأي العام لدفع أولادهم وشبابهم إلى ممارسة الرياضة لين صار عسوف حقيقي عن هذه الممارسات الرياضية التي هي بها رسالة السلام إلى جميع المجتمعات اليوم هذه المبادرة هي إن شاء الله انطلاق ونقطة انطلاق إلى مبادرات أخرى تكون في مدينة بغداد الحبيبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اليوم أقام ماراثون حي الجامعة تحديدا من عاصمة حبيبة بغداد كان ماراثون جميل للغاية كان عدد المتسابقين أكثر من 300 متسابق قدرت أن أحصل على المركز الأول بعدها كانت منافسة شديدة من قبل المتسابقين بس كانت توفيق من الله سبحانه وتعالى 3 كيلوات المسافة التانت قدرت أحطم الرقم القياس بها 9 دقائق و45 ثانية والحمد لله وشكرا رب العالمين وتمنى منفقها لجميع الشباب متواصلين معكم مشاهدينا الكرام وهذه التغطية وهذا الحدث عن هذه البطولة الماراثون شهد حضورا كبيرا وتواجدا من رؤساء المنتديات فضلا عن أدد كبير من الرياضيين والمتسابقين من جميع الأعمار والمدن العراقية المختلفة وحظي ماراثون حي الجامعة بتغطية إعلامية واسعة الآن إليكم جانبا آخر من المساهمين والمشاركين في هذا الماراثون خلي نتابع طبعا أنا أصغر مصابق فيها من مطقة أبوغراهيب واشكر كابتن حسين وفقنا ودربني خرج أجيال من أبوغراهيب واشكر جدا يعني هو وفقنا كابتن واشكر كابتن كابتن محتاجين دعمنا أبوغراهيب لأن ماك دعم قدرنا نشارك بالماراثون والحمد لله حصلنا على المركز الثالث بعد منافسة قوية يعني بين عدة مشاركين من مناطق أبوغداد والحمد لله يعني إن شاء الله تكون هذه الماراثون يكون دعوة لكافة الرياضيين في بغداد وعلى مستوى العراق وإن شاء الله أمثل العراق بالسباق الماراثون وقيم الماراثون في منطقة حي الجامعة وشكرا جزيلا لإستاذ محمود حسين القيسي مدير عام العلاقات الثقافية في وزارة التربية جمهورنا الرياضي تعالوا نتعرف على مواجهات الأندية العراقية في الدور العراقي الممتاز ضمن منافسات جولة الثالثة من المرحلة الثانية إذ تعادل فيها المتصدر فريق الزوراء مع فريق الكهرباء إيجابيا بهدف لكل منهما في المباراة التي احتضنها ملعب التاجي ضمن أولى مباريات جولة الثالثة بدأ فريق النوارس التسجيل عن طريق اللاعب إبراهيم فايش عند الدقيقة الثالثة والثلاثين فيما عدل النتيجة لفريق الكهرباء المحترف أبو كوني في الدقيقة الثامنة والثلاثين بهذه النتيجة ارتفع رصيد المتصدر الزوراء إلى النقطة الحادية والخمسين فيما أصبح رصيد فريق الكهرباء أربعا وثلاثين نقطة ويقف بذلك في المركز الخامس مشاهدين في المواجهة الأخرى ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الثانية أيضا ضيف ملعب الصناعة مباراة فريقي النفط وضيفه السماوة والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة هدفين مقابل لا شيء جاءت بإنضاء اللاعبين محمد داوود عند الدقيقة الخامسة والخمسين وأيمن إحسين في الدقيقة الخامسة والسبعين ليقفز الفائز إلى المركز الرابع برصيد اثنتين وأربعين نقطة فيما توقف رصيد السماوة عند الحادية والعشرين في المركز الرابع عشر وعند فريق نفط الوسط فقد أكرم ضيفه فريق البحري بثلاثية في المباراة التي جرت أحداثها بملعب النجف والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ورد المخضرم نور صبري ركلة جزائن في الدقائق الأخيرة من وقت المباراة وجاءت أهداف المباراة عن طريق المتألق على عباس هدفين عند الدقيقتين الخامسة والخمسين والتاسعة والخمسين وضعف اللاعب نور هادي النتيجة عند الدقيقة الثانية والستين فيما قلص الفارق لفريق الضيوف البحري اللاعب أحمد داود عند الدقيقة التاسعة والسبعين ليرتفع رصيد فريق نفط الوسط إلى سبعين وعشرين نقطة ويحتل المركز العاشر فيما تجمد رصيد البحري عند العشرين طبعا بالتأكيد في نقاط العشرين سيقف في المركز الخامس عشر دعونا ننتقل إلى الميناء الذي طبعا محى هذا الفريق الكبير صورته السابقة وعاد من جديد للغة الانتصارات حيث حقق فوزا كبيرا على فريق كربلا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد جاءت الأهداف بإنضاء لاعبي الفريق أولا المحترف الكاميروني تالى عند الدقيقة الرابعة والأربعين وعند مطلع الشوط الثاني استطاع اللاعب علي حصني من إضافة الهدف الثاني لفريق الميناء في الدقيقة التاسعة والأربعين وبعد مرور سبعة دقائق على الهدف الثاني احتسب حكم المباراة محمد طارق ركلة جزاء لفريق كربلا نفذها بسام قابل بنجاح عند الدقيقة السادسة والخمسين لم تدم الفرحة كثيرا حيث عزز اللاعب مصطفى كريم نتيجة المباراة بإحرازه هدفين عند الدقيقة السادسة والخمسين والثالثة والستين لتنتهي المباراة بفوز السفانة بأربعة أهداف مقابل هدف بهذا الفوز ارتفع رصيد الميناء إلى 27 نقطة وقفز إلى المركز 11 ولديه مباراتين مؤجلتين فيما تجمد رصيد فريق كربلا عند الـ 14 نقطة ويقف في قاع الترتيب مشاهدين هذه انتقالة إلى مباراة دراماتيكية ضيفها ملعب الشعب الدولي بين فريقي القوة الجوية وفريقه النجف والتي انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين حيث ارتقت المباراة إلى مستوى الطموح وقدم الفريقان مستوى إيجابي وتقدم في هذا اللقاء الصقور بهدف عند الدقيقة التاسعة والثلاثين عن طريق المحترف الكرواتي كوفيتيتش في الشوط الثاني سجل البديل حمادي أحمد هدفا ثانيا لفريق القوة الجوية وقلص الفارق لفريق غزلان البادية البديل جبار كريم عند الدقيقة الرابعة والسبعين جاءت الدقيقة الثانية والثمانون ليحتسب الحكم علي صباح ركلة جزائن لمصلحة فريق القوة الجوية لينفذها بنجاح أمجد راضي وبعد مرور تسعة دقائق سجل لعب النجف أمجد عطوان الهدف الثاني لفريقه فيما عاد المتألق أمجد راضي بعد مرور دقيقة وبالتحديد في الدقيقة الثانية والتسعين ليسجل هدفا جميلا ليرتقي فريق القوة الجوية على المركز الثاني مؤقتا برصيد خمس واربعين نقطة فيما بقي النجف في المركز السادس برصيد اثنتين وثلاثين نقطة إذن مشاهدين الكرام الآن مع مجموعة من الأخبار السريعة والمنوعة نتعرف عليها من خلال فقرة دقيقة ونص لا تذهبوا بعيدا خليكم ويانا وضعت القرعة منتخبنا الشبابي بكرة اليد في المجموعة الثانية إلى جانب فرق قطر وسوريا وفلسطين ضمن منافسات البطولة الآسيوية السادسة التي ستضيفها سلطنة عمان للفترة من الخامس عشر ولغاية الخامس والعشرين من تموز المقبل أكدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي أن مدافعه علي حسين الرحيمة لم يستطع إكمال اللقاء مع فريقه أمام نادي الكهرباء مبينا أنه سيخضع للفحوصات الطبية لتحديد مدى خطورة الإصابة والفترة التي سيبتعد فيها عن الملاعب أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018 وضمت القائمة على ستة لاعبين وهم محمد صلاح نجم ليفربول وهاري كين لاعب توتنهام وديفيد ديخية حارس منشستر يونايتد وثلاثي منشستر سيتي كيفين دي بيروين وديفيد سيلفا وليروا ساني اعترف البلجيكي صنع العب منشستر سيتي كيفين دي بيروين بأحقية محمد صلاح في التتويج بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا وقال البلجيكي أعتقد أن صلاح من يستحق الجائزة وبنسبة كبيرة فمن الصعب أن تتنافس مع لاعب سجل الكثير من الأهداف وشادنا من بين الفقرات الرئيسة والمهمة في صدى أرياضة فقرة أين أنت؟ في هذه الفقرة نسعى للوصول والتواصل مع نجوم أرياضة العراقية القدامة ممن قدموا وخدموا الرياضة العراقية بشكل عام من خلال حياتهم الرياضية الآن وقفة قصيرة بعدها نتعرف على ضيف صدى أرياضة لهذا اليوم وتحديدا ضمن فقرة أين أنت؟ لا تذهبوا بعيدا مشاهدينا يعني يعتبر ضيفنا هو من الجيل الذهبي لكرة القدم العراقية يعني الذين ساهموا في تحقيق الإنجازات وتطور مستوى الكرة العراقية وتحديدا في فترة التسعينات وما تلا ذلك وقد ترك ضيفنا أثرا طيبا خلفه من خلال البصمات العديدة التي قدمها فوق المستطيل الأخضر إن كانت على صعيد الأندية التي مثلها ومنها نادي طلبة المعروف أو المنتخبات الوطنية تميزة طبعا بالكثير من المواصفات الجيدة من أبرزها قدرته على ضبط إيقاع اللعب بالصورة التي تنسجم مع حاجة فريقه أيضا يمتاز بالقدرة على إحراز الأهداف وصناعتها ويكاد يكون من اللاعبين القلائل الذي تتساوى عنده القدرتين الهجومية والدفاعية إلا أنه تعرض للظلم ما جعله لا يحصل على الفرص الكافية التي يستحقها مع المنتخب الوطني الأول المشاهدين ضيفه فقرة أين أنت لهذا اليوم هو الكابتن علي أهيب تواجد معنا في صداء رياضة ونقلنا له محاورنا إلى بغداد الحبيبة فبعد الترحيب به كان محورنا الأول عنه شخصيا فسألنا أين أنت حاليا وكذلك في حال قدمت له الفرصة لتدريب أحد المنتخبات الوطنية هل هو يعني جاهز حاليا للعمل ولتقديم إمكاناته الفنية الآن نتابع المحور الأول مع الكابتن الخلوق علي أهيب دعونا نتابع بداية التحية طيبة قناتكم كريمة وجميع مشاهديكم والكاذر حقيقة الخاص بالبرنامج أنا الآن مدير منتخب الناشئين تحت 16 سنة إن شاء الله أكون متواجد أو قريب على ما يحدث في عالم كرة القدم العراقية خصوصا بالتأكيد كل شخص يتشرب أن يكون جزء من منظومة تستطيع أن تخدم هذا البلد لذلك أنا أو جميع اللاعبين الدوليين وغير الدوليين سعداء جدا بتلبية أي دعوة تكون جديرة بالتواجد مع هذه المنتخبات وتكون لديك الفرصة بطرح ما ممكن من خياراتك وتجاربك التي عشتها في عالم كرة القدم جمهورنا أرياضي طالما الكابتن علي وهيب حاليا مديرا لمنتخب الناشئين فلا بد أن نستغل الفرصة لكي نتعرف على إمكانات وجاهزية المنتخب العراقي للناشئين بكرة القدم في الفترة الأخيرة وكيف يجد مستقبل هذا المنتخب الذي تنتظره استحقاقات خارجية مهمة الآن نتابع ماذا قال أنا أقول أن المنتخب بيد أمينة حقيقة بعد ما شاهدنا من تغييرات كبيرة بالأعمار والأجسام الأمور التي كانت تحدث في السابق الآن المنتخب والله الحمد بدرجة كبيرة من التفاعل أعتقد منتخب جيد نبني لكي يكون على الأقل استمرار لما بدأه غيرنا من المدربين إن شاء الله مشاهدين محورنا التالي مع الكابتن علي وهيب سيكون مع منافسات ومع الدوري العراقي بكرة القدم فسألناه كيف يرى آلية الدوري العراقي وعن مردود هذه الطريقة وإنعكاساتها على المستوى العام وكذلك عن القيمة المادية والعقود والمبالغ التي تدفع جراء استقطاب اللاعبين وهل هذا سيساعد ويساهم في رفع المستوى الفني لأندية الدوري فضلا عن ما مدى الاستفادة من استقطاب المحترفين والمدرب الأجنبي لأندية الدوري مشاهدين نتابع معا إجابة الكابتن علي وهيب يعني من ضمن مجمل حواره لفقرة أين أنت نتابع دورينا حتى هذه اللحظة لا تستطيع أن تقارن بينها وبين الدوريات التي سبقتها لأن هناك أمور جيدة وهناك أمور سيئة الأمور الجيدة أن استمرارية الدوري نعم أفضل من الدوريات الباقية بشكل كبير جدا لكن الكثافة التي يلعب بها الدوري أعتقد هي المكمن الخطر الذي سيواجه أكثر لاعبين وأغلب لاعبين الذين لم يتعودوا بشكل كبير على أداء ثلاث أيام ثم مباراة بالتأكيد هذا جهد عالي أجسام لاعبين غير أجسام اللاعبين المحترفين ثقافتهم نومهم أكلهم أعتقد ما راح يسمح لهم بالأداء الممتع والجميل لذلك ما شهدنا مباريات ممتعة ولا جميلة في دورينا مباريات طبيعية جدا حالة حالة مباراة التي سبقتها في المواسم الماضية لكن أقول أن الشرطة والزوراء هم الفرق الأكثر اجتهاداً أكثر تنظيماً على رغم المشاكل التي حثت في الشرطة في الأخير لكن الشرطة يمتلك ترسانة قوية من اللاعبين مميزين مستطاعة أن يكون ند قوي أو يعني فرس الرهان حقيقة لخطف لقاب الدوري إذا ما استمر الزوراء بهذا الأمر وبهذا الحال أعتقد راح يكون منافسة جيدة جداً بين الزوراء والشرطة ومن ثم القوة الجوية بدأ يستعيد أنفاسها في الفترة الأخيرة إن شاء الله تكون دوري جيد نوعاً ما نعتبره بتواجد هذا التلاثي السابق عندما تأتي تحقي حباً لكرة القدم وحباً للنادي تلعب بدون مقابل حقيقة لذلك أشوف أن الأموال التي أتت خصوصاً الفرق المؤسساتية وبدون رقيب أعتقد هي اللي قوضت من إمكانية ظهور فرق جيدة لعبين جيدين وكثرت الفساد في هذه الأندية من خلال عدم وجود متابعة حقيقية للأموال التي تصرف من قبل المؤسسات لذلك أشوف أن الأموال تصرف إحنا دورينا استنزاف لأموال المؤسسات حقيقة ليس دورياً استثمارياً بل دوري مجرد بذخ وأموال كثيرة بدون أي نتاج والدليل أن فرق الميناء 8 مليارات حتى هذه اللحظة لم يحقق أي إنجاز خلال الأربع سنوات الماضية عندك الفرق الباقية شرطة وغيرها وغيرها كلها مليارات تتحدث في عالم كرة القدم لكن أنت وأنا وكل مشاهدينا ما أعتقد شاهدنا جملة تكتيكية باستطاعتها أن تكون جديرة بهذه الأموال التي تصرف أعتقد أن المؤسسات الجبعي عليها أن تكون راعية بشكل كبير تدقق بأموالها أين تذهب وأين تأتي أعتقد أن دورينا مجرد أموال لكن بدون نتاجات قوية في الفيحاء في مدينة البصرة البصرة اللي لها دائماً في قلب محبي كرة القدم العراقية في قلبي كل العراق أمكان شوف الأموال أو استقطاب المدربين الأجانب أعتبرها أكذوبة في عالم أو في الدوري العراقي لأن دوري العراقي نعتبره دوري محترفين لكن هو ليس دوري محترف بشكل كبير جداً أين الاحترافية بعدم وجود ملاعب مخصصة للتدريب أين الاحترافية بعدم وجود ضوابط تمنع الجمهور من الإخلال بالنظام أين الضوابط اللي تمنع اللاعبين من عدم التجاوز على الحكام وغيرها من هذه الأمور أعتقد هناك نقوصات كبيرة ويجب علينا أن نعتبرها حقيقة جديرة بالتواجد في دورينا إذا ما أردنا أن يكون الدوري دوري محترفين أنا لا أرى أنه مجرد استقطاب لاعبين من دول خارج العراق للانضمام لدورينا يسمى محترف أو دوري محترفين نعتقد لا المسمى أكبر من هذا لأن أنت وأنا ما مشاهدنا مباراة قوية لم يشاهد محترفين يمكن عداء كوتي محترف بالشكل الممتاز خريبين كان ممتاز في الميناء لكن شاهد ضعف الدوري العراقي شاهد الوضعية اللي مر بها دوري انتقل إلى دوري أكثر لذلك دورينا لم يأتي لاعب باستطاعت أن يكون أفضل من لاعبين أغلب لاعبين الفرق من سوريا وغيرها محترامي لهذه الدول حقيقة لكن لا يوجد لاعب يفوق اللاعب العراقي في المستوى وين الاحتراف؟ انت احتراف تريد لاعب بإمكانيات بدنية ومهارية عالية جداً وعقلية لا أعتقد أن لاعب يكون مميز بهذا الشيء أنا أرى أنه يجب أن يلغى على من الاحتراف في العراق سواء كان مدربين أو لاعبين نعتمد بشكل كبير على الموجود من ابناء الوطن حتى هذه اللحظة حتى نخرج لاعبين نخرج مدربين مثل ما كان في السابق وشو بدورينا في السابق والآن نحن يعني متمكنين في على المستوى الآسيوي العربي لأن نجيب لمدرب حتى هذه اللحظة استطعنا أن نستفيد منه بشكل كبير أما كان الأجدر بباكيته أن يكون درب المتخب الوطني وهو الاسم الكبير بعالم التدريب ليه جاء لنادي؟ أعتقد أن العملية كلها يعني بيها نقصات كبيرة وبيها شد وأعتقد الأمور سياسية أكبر ما هي أمور رياضية مشاهدينا يعني وطالما يعني حديث الكابتن علي وهيب الأخير عن الطاقات الأجنبية حاولنا يعني معرفة هل هو مع وجود المدرب الأجنبي وهل يرى أن الضرفة والمناخ الرياضي وتحديدا الكروي في العراق مناسبا وملائما لاستقطاب طاقات خارجية محترفة وبما أن اللعب علي وهيب الكابتن كانت لديه خبرة وتجربة احترافية خارجية كيف هي السبل للتنظيم السليم والتخطيط الأمثل والخطوات الحقيقية للوصول إلى عالم الاحتراف العالمي خلينا نتابع هي مو مجرد أنا أو أنت أو غيرنا يقول أنه مع المدرب الأجنبي مثل ما تصير استفتاءات اللي أشوفها هي ما تقدر أنت تجزم أنه أنا مع المدرب الأجنبي خليجي مدرب أو موريني وخليجي لكن يعمل بظروفنا موجودة الأمور اللي يتخليه يبدع بعمله يستقطب مجموعة جيدة من اللاعبين ينتج ثماره من خلال لذا أعتقد نعم أنا مع المدرب الأجنبي اللي يمتلك إمكانيات كبيرة لكن ظروف بلدنا تختلف بشكل كبير عن ظروف اللي يعيش هالمدرب في بلده لذلك أنا أشوف الظروف هي العاملة الأساسي بتواجد المدرب الأجنبي الجيد اللي باستطاعت أن يكون خير حافز وعامل من أجل بناء منتخبات وطنية لدينا الخامة الجيدة لدينا الركيزة اللي باستطاعت أن يستنبط من عندها بعض اللاعبين اللي يكونوا الركيزة الأساسية للمنتخب الوطني أعتقد أنه نعم الآن لا يستطيع التركيز على المدرب الأجنبي إلا بتواجد منظومة مع المدرب الأجنبي وتواجد أموال مع المدرب الأجنبي من الأشبال والناشئين حتى المنتخب الوطني شوفوا يكعقليهم اللي يختلفون بشكل كبير عن عقلية اللاعب العراق والمدرب العراق أو المسؤول العراقي لكن هو يهتم بالجزئيات الجزئيات اللي إحنا ما نهتم بيها بشكل كبير يهتم بتفاصيل دقيقة جدا أكلك شربك نومك عضلتك مهارتك الفنية شون أطورها طولك كل هذه الأمور بعيشتك في أهلك البيئة اللي أنت عايش بها هذه الأمور يهتمون بها بشكل كبير جدا يطوروها يحاولون يصلون إلى أبعد ما يكون يتقربون يتقربون من اللاعب من أجل تسهيل مهمته وعدم وجود منغصات بهذا الجانب خلال التدريب لذلك أنا أذكر كلمة عند المدرب الألمان السانج اللي دربنا في 2003-2004 شاف في بعض الأحيان أحد اللاعبين ما يأدي هو لعب جيد لكن عندما يدخل للساحة ما يأدي قال لي تعال شنو أنت ما أشوفك بالشكل الصحيح أشوفك متأثر بشكل كبير عندك مشكلة؟ قال لي نعم عندي مشاكل بالبيئة ومشاكل ما أدري هاي الأمور اللي محيطة بي قال لي بابا المشاكل خليها كلها بسلة أو بقونية بالمعنى اللي إحنا نقولها قونية وخليها بره الملعب لأن أنت المشاكل منتظرتك منت طلع رح تأخذها بس منتنزل بالساحة ومشاكلك وياك رح تأثر على نفسك على اللاعب على الفريق وبالتالي رح تخلينا نطلعك لذلك قال لي المشاكل ما تخليها هناك كمل تمريك بشكل صحيح أو طلع تلقاها متواجدة أمور إحنا هذا الخطأ اللاعب المحترف بالعالم ما عنده غير عالم كرة القدم يأدي بشكل ممتاز في الساحة ينسى كل شيء إلا المهمة اللي ملقات على عادقة ومن ثم هناك عنده حياته الخاصة اللي هون مرتبة بشكل أفضل إحنا ما عندنا هذا الشيء هاي جزئية اللي أنا أتكلم بها عن اللاعب العراق والمحترف سلام شاكر علي رضا هي الساعة الحقيقة سلام جول 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 مشاهدين ضمن فقرة أين أنت متواصلين مع الكابتن علي وهيب لكن هذه المرة مع ناديه الطلبة حيث كان أحد فرسان نادي الطلبة في السنوات الذهبية الماضية وقد عرف بإعدائه وبعطائه الكبيرين وبجهده المميز وتفانيه وإخلاصه العالي خدمة لسم هذا النادي الكبير عندما نذكر علي وهيب في الكرة العراقية نتذكر بلا شك مسيرة مشرفة وحافلة بالتألق مع المنتخبات الوطنية ومع فريقه الطلبة الأنيق بالتأكيد علي وهيب من بين الأسماء الكثيرة التي تحرص وتسعى لتغيير واقع مؤلم يمر به هذا النادي الكبير في الوقت الراهن بتراجعه على الصعيدين الأداء والنتائج في الدور العراقي فسألنا هذه المرة عن حال نادي الطلبة الذي لا يسر عدو ولا صديق وكيف السبيل لإنقاذ هذا النادي المهم في سماء الكرة العراقية خلنا نتابع شوف مسألة نادي الطلبة ليست بالجديدة على الشارع أو الوسط الرياضي لذلك أنا يمكن من الأوائل الذين يتصدوا من أجل إحلال أو التغيير أو إيجاد تغيير في هذه الإدارة من خلال التصدي لهم في القنوات وفي أي معترك باستطاعة أن يؤثر أو يغير ما موجود في هذا النادي لذلك نحن نأسف لما قالت إليه الأمور في نادي الطلبة من نتائج سلبية وظروف غير محبة لكل الرياضيين الآن عندما تذكر نادي الطلبة الكل يمتعظ لا يستطيع أن يأتي أغلب اللاعبين أغلب المدربين لذلك لأسف شديد الإدارة متمسكة بشكل كبير بمناصبها لا تنظر للجمهور نظرة رحيمة ولا المحبي نادي الطلبة لذلك لديهم تبريراتهم الغير منطقية حقيقة أول نحن لدينا تبريرنا المنطقي نحن نقول أنه المجرب لا يجرب عليهم أن يبتعدوا عن دكة السلطة وأن يدعوا الغير يعمل حتى تكون لنادي الطلبة شعبيته التي فقدها خلال المواسم الماضية لكن أنا أقول أنه وزير التعليم العالي حقيقة لم يحرك ساكنا وليست لديه الرغبة بتغيير مع العلم أنه لديه السلطة قانونية إذا بحث بشكل جلي ما استطاعت أن يكون هو القائد الحقيقي لنادي الطلبة لكن للأسف الشديد أغلب الوزراء والمسؤولين عن هذه المؤسسات لا يعيرون أهمية للرياضة وكرة القدم خاصة بل يتركوها لكل من هب ودب والعلاقات واللي ما تقول إليه الأمور تحت الطاولة لذلك أتمنى لهذا النادي إن شاء الله موفقية لكن ليس مع هذه الإدارة مع إدارات جديدة وجمهورنا أنا أتمنى منهم يتحركوا بشكل أفضل بشكل أكثر حتى يكونوا مؤثرين وعفوا لا يكونوا متلونين يعني أنا أتشاهد أن هناك من يجتمع معي في المساء ويجتمع مع الإدارة في الصباح أعتقد هناك عدم مصداقية كبيرة من بعض الجماهير لكن هناك جماهير محبة مقاتلة تستطيع أن تبذل الغالي والنفيس من أجل تغيير الإدارة حقيقة وتغيير ما يمكن تغييره في الفترة السابقة أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله جمهورنا الرياضي بالتأكيد الكابتن عليوهيب لديه مشاركات ومساهمات كثيرة لكننا سألناه ما هي أقرب أحب المباريات أو البطولات إلى نفسه وخصوصا مع ناديه القريب إلى قلبه نادي الطلبة فضلا عن مشاركته الفعالة مع ناديه الأنيق في البطولة الأسوية في النصحة 93-94 حيث كان حاضرا بقوة مع نخبة مميزة من زملائه اللاعبين وساهم عليوهيب بصناعة هدف الطلبة أمام الفريق الياباني وحاولنا نستذكر معه كيف كانت تلك الأجواء وكيف تم التعامل مع متغيرات ظروف هذه المباراة ولحظاتها الصعبة خلينا نتابع شوف أنت ما تقدر تقول مباراة واحدة مميزة يمكن أن تنحب لنا هذه الطلبة وتذكر مباريات كثيرة نحن قدمنا بها مستويات كبيرة جدا خصوصا دوري 2002-2003 93-92 دوري 99 يعني خلال سنوات العشر اللي قضيتها في نادي الطلبة أعتقد لدينا كثير مباراة لكن المباراة الأهم هي مع نادي الزوراء ونادي القوة الجوية ونادي الشرطة الفرق الجماهيري اللي كان كل شخص يتمنى أنه يقدم ما عليه في سبيل أنه تذكر هذه الأجواء والدليل أنه جمهورنا يستذكر أهدافنا مع هذه الفرق فقط ما يستذكرها مع الفرق الضعيفة مع العلم ما كانت فرق ضعيفة بالدولي أكثر ما هو بضعوط موجودة الآن أعتقد أنه مباراة مع الزوراء سنة 1999 كانت مميزة بالأداء بالنتيجة يستذكرها جمهور الطلبة بشكل كبير جدا شوف احنا يمكننا أنه مهند وعاد يمكن سبعة من اللاعبين المتخب الأولمبي كنا نلعب مع المتخب الأولمبي تصفيات ومن ثم نادو طلبة النهائيات أيضا تصفيات لعبنا مع كثير من اللاعبين اللي متلوا المتخبات الأولمبية فالصحافة الأسوية كانت بشكل كبير تعرفنا لذلك احنا كانت لديك الطاقة الإمكانية الكابتن أيوب أوديشو وظفنا بالشكل الممتاز والصحيح فكانت لدينا الرغبة بتحقيق شيء من لا شيء شيء أنه تصل بنادي الطلبة هذا الكيان حقيقة اللي نحبه ونعتز به واللي نشرف أنه نتمسك فالينتا بذاك الوقت بدون أموال طبعا بدون أموال بدون أي دعم أصور احنا حتى نوارات النهائية اللي لعبناها مع نادي هورات سوكا الياباني المفترض أنه ما نلعب على بلد الفريق اللي ضيف البطولة لكن للأسف الشديد ما كانت مهتمين بها شكل كبير لعبنا في اليابان مع الفريق المضيف ما عملونا بشكل جيد بالمباراة كان الملعب غير جيد حقيقة قبل التمرين ملعب تمرين لم يكونوا منصفين معنا بشكل كبير حتى ملعب المباراة النهائية لم يكن ملعبا جيد حقيقة كان ملعب يوكا هاما وملعب ملعب جيدة شاهدنا مباراة شبه نائي التحاد الياباني أصر على تواجد هذه الملعب لأن الفريق متعلم عليه بشكل أكثر فريق الياباني ما عدنا ملابس درجة الحرارة خمسة تحت الصفر وإحنا رايحين بنصر دان ودريز نبي مقومات للتحاد الآسي وما مكتوب اسم أو ما شابه ذلك ذلك ربضه اللعب بهذا إلا بعد ما لبسنا تجول الملابس دريز اردان مع سيد عيدان ومن ثم لبسنا الدريز اللي رايدي ذلك كانت مأساة واخرى صارنا حقيقة مع الفريق الياباني 2-1 كانت نتيجة مؤلمة لكن كنا الأفضل في المباراة جمهورنا الرياضي في الختام كابتن علي وهيب كما عهدناه إنسانا راقيا ورياضيا بارزا وفذا وخلوقا بالتأكيد هذه صفات هذا اللاعب له مني خالص الأمنيات بالموفقية والنجاح وخالص الشكر والتقدير على تواجده معي في صداء رياضة وتحديدا ضمن فقرة أين أنت لم يبقى لنا إلا أن نوجه له هل لديه إضافة أو كلمة أخيرة أنا جدا سعيد حقيقة بهذا اللقاء اللي أشعرني أنه أنا حتى هذه لحظة لاعب كرة قدم ألعب في الدوري من خلال الأسئلة الجميلة اللي ما يسألها إلا شخص محب وشخص فني أعتقد كان لقاء جميل جدا وأشكركم جدا أشكر قناتكم الكريمة المخرجين الأخوة المعدين مصور أتمنى لكم التوفيق في عملكم وإن شاء الله في قادم الأيام تكون لقاءات أخرى وتمنيات لكرة القدم العراقية بمزيد من النجاح والتعلق إن شاء الله الآن مشاهد الكرام مع قرعة الدول النصف النهائي من دولي أبطال أوروبا حيث أفرزت القرعة يعني عن كلاسيكو أوروبي بين بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومواجهة مثيرة بين ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي أيضا والتي طبعا سحبت هذه القرعة من قبل النجمة الأوكراني السابق أندريا شيفشينكو في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وطبعا تواجه العملاقان بايرن ميونيخ وريال مدريد في العديد من المناسبات وفي أغلى المسابقات الأوروبية وكانت آخرها الموسم الماضي في دور الستة عشر وتمكن النادي الملكي من عبور العملاق البافاري وكانت آخر مواجهتين في الدور نصف النهائي بينهما في عامي الفين واثني عشر و الفين واربعة عشر في المباراة الأخرى مشاهدين الكرام سيواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره روما الإيطالي في لقاء ليس سهلا وسيكون مفتوحا على الطرفين بالتأكيد اللقاء الأول سيستقبل في بايرين ميونيخ على ملعبه اليانز أرينا في الخمس والعشرين من الشهر الحالي نادي ريال مدريد في حين أن الأخير سيستقبل في الإياب على سانتياغو برنابيو في الأول من مايو إيار المقبل من جانبه فإن فريق ليفربول سيستقبل روما على ملعبه آنفرد في الرابع والعشرين من الشهر الحالي وسيذهب إلى ملعب الأولمبيكو في الثاني من أيار المقبل إذن جمهورنا الرياضي هذه عودة إلى مجموعة أخرى من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها من خلال فقرة دقيقة ونص لا تذهبوا بعيدا خليكم ويا لا انتقد أسطورة ليفربول روبي فاولر اعتماد ليفربول بشكل كبير على خدمات محمد صلاح في حسم المباريات جاء ذلك بعدما سقط ليفربول في فق التعادل السلبي مع جاره إيفرتون في دور سابق من الدور حيث غاب عنها صلاح بسبب الإصابة يتطلع فريق مارسيدس إلى إيقاف الانطلاقة القوية لمنافسه العنيد فيراري في الموسم الحالي لبطولة العالم الجائزة الكبرى لإسباقات سيارات الفورميلوان عندما يصطدم الفريقان مجددا عبر السباق الصيني من جهاته يطمح فريق مارسيدس بإحراز أول لقب له في سباقات البطولة هذا الموسم بعدما انتزع الألماني سباستيان فيتل سائق فيراري لقب السباقين الأسترالي والبحريني في أول جولتين من البطولة لهذا الموسم دافع الأستورة بوفون حارس مارما يوفينتس الإيطالي عن سلوكه وانفعالاته في مباراة إياب ربع نهائي بطولة دور أبطال أوروبا وتعرض الحارس المخضرم للطرد اعتراضا على قرار الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر باحتساب ركلة جزاء لريال مدريد سجل منها هدفه الوحيد الذي أطاح بالسيدة العجوز من دور الثمانية لدور أبطال أوروبا الآن مع منافسة البوندس ليغا إذ توجى فريق بايرن ميونيخ بلقب دور الدرجة الأولى لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي والسابعة والعشرين في تاريخه جاء الإعلان بالتتويج منذ فوزه بالمرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة وقبل خمس جوالات من نهاية الموسم فاز فريق بايرن ميونيخ بلقب دور الألماني بثمانية وعشرين مرة حيث جاء أول تتويج له في موسم ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين قبل تطبيق نظام البوندس ليغا في عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين ولكن منذ تطبيق هذا النظام حصد اللقب سبعة وعشرين مرة وعلى مستوى خط الهجوم لهذا الفريق الكبير يمتلك البايرن أقوى خط هجوم في الموسم الحالي كما يمتلك أقوى خط دفاع أيضا إذ اهتزت شباكه واحدا وعشرين مرة ويتطلع فريق بايرن ميونيخ للهيمنة على جميع البطولات في الموسم الحالي في الولاية الأخيرة لمدربه المخضرم العجوز يوب حانكس حيث اقترب الفريق من مواجهته الفريق الملكي الإسباني في المربع الذهبي لدور أبطال أوروبا بعد فوزه في ذهاب دور الثمانية على ملعب إشبيليا الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد وتعدل في الإياب كما سيلتقي مع فريق بايرن ليفر كوزن في المربع الذهبي لكأس ألمانيا في السابع عشر من الشهر الحالي حقق فريق بايرن ميونيخ فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم مقابل ثلاثة تعدلات وثلاث هزام إذن مشاهدين الكرام هذا ما يسمح به الوقت لهذا اليوم بالتأكيد أنقل لكم تحيات أسرة صدى الرياضة أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق النجاح الإبداع هذه تحياتي بلا البداع مع السلامة